في قضية إلغاء التأشيرة الأوروبية صوت هذا الأسبوع أغلبية النواب في لجنة الحريات المدنية والعدالة بالبرلمان الأوروبي صوتوا لصارح مشروع إلغاء التأشيرة مع أوكرانيا ليكون هذا التصويت هو الأخير قبل أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي القرار النهائي حول هذا الشأن والذي من المفترض أن يكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا للمجلس الأوروبي في شهر أبريل الماضي حول إلغاء نظام التأشيرة مع أوكرانيا ووفقا لهذه المبادرة سيكون الأوكرانيون قادرين على السفر إلى مجموعة دول الشنغن باستثناء إيرلندا والمملكة المتحدة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوما هذا ويعمل البرلمان الأوروبي على أعداد آلية تمكنه من تعليق قرار إلغاء التأشيرة في حال تباطأت أوكرانيا بعمليات الإصلاح اشتركوا في القناة